شاشة بسطوع خارج يوصل ل5000 نتس تحت الشمس مع سنسور حقيقي بيعمل انلوك بالفيس اي دي ستاب كاميرات جوبار مع كاميرا فتحة متغيرة مع بطارية عملاقة بحجم 5600 ميلي امبير ده وحش اونر الماجيك سيكس برو واحد من اقوى الموبايلات اللي نزلت اخر فترة اللي بتجي من مواصفات عالية جدا بتنافس كل المنافسين اللي في نفس الفئة السعرية اول حاجة منفتة اول ما تمسك الموبايل ده هو شكل الكاميرات الكاميرات هنا واخده شكل مميز عامل شبه تصميم الساعات الكلاسيك الغالية اوي واونر بتسمي ستاب الكاميرات ده ماجيك كاميرا سيستم وطبعا شكله مميز اوي اللون اللي معاه من الجهاز ده الاسود لون اسود ماط الظهر ازاز مصنفر كده وفي منه لون تاني منت جرين كده خلينا اقول لك قبل ما نكمل ان التليفون ده موجود عند مالك فون باحسن سعر في مصر مالك فون من احسن لاماكة اللي انت عملت معه في الموبايلات وبديك ضمان على الموبايلات اللي ضمانها بيكون دولي اصلا هتلاقي عندهم كل ايفونات جديدة ومستعملة وطبعا اغلب موبايلات الاندرويد وموبايلات سامسون كلها طبعا الفلاك شاب وغيره مستعمل وجديد حقيقة انا مبسوط بالتعامل معاهم وانصحك لو انت بتدهر على موبايل جديد تاخد بص عندهم هتلاقي عندهم احسن اسعار في مصر خلينا نكمل الفيديو بتاعنا ماسكة الموبايل جميلة واحساس الخامات العالية باين عندك الفريم هنا ألمونيوم بيكون سائع كده لو انت قاعد في تاكيف ولا حاجة والتليفون عاماته مسكته سهلة لانه في كيرفات من كل مكان والشاشة مبرومة كده على الفريم حتى من فوقه من تحت فيها كيرف غفيف ورغم ان الموبايل ده حجمه كبير ووزنه 229 جرام الا ان انا حاس ان انا ماسك الموبايل طبيعي قادر اتعمل معاه بايد واحدة عادي بممتاز سهولة بس لو لفت الموبايل وبصيت عليه من قدام هتلاقي عندك شاشة من اقوى شاشات اللي موجودة على اي موبايل دلوقتي الشاشة دي سطوعها بيوصل لحد 5000 نتس في المحتوى الـ HDR او تحت اشعة الشمس وبتقدر تثبت على سطوع 1600 نتس في الظروف العادية وده بيخليها واحدة من قصطع الشاشات اللي ممكن تشوفها على اي موبايل وطول ما انت في الشمس هتكون شايف الشاشة بممتاز سهولة حجم الشاشة 6 و 8 من 10 بوصة بتيجي بـ 1 مليار لون مع رزيليوشن 2800 في 1280 بكسافة بكسلات 453 في البوصة طبعا بترده سريع 120 هرتز وبتدعم الدولبي فيجن والـ HDR وونر بتقول ان دي اقوى شاشة موبايل من حس مقامة الصدمات لان عليها طبقة حماية اسمها نانو كريستل شيلد المفروض ان هي بتقام الصدمات اقوى من اي موبايل تاني بعشر مرات بس طبعا احنا مش هنجرب الكلام ده خالص طبعا كده احنا عملنا التست بتاع الكسر والتلفون عدى بنجاح حاجة تانية بتتميز بيها شاشة الموبايل ده وهي ان الديمينج ريت بتاعها 4320 هرتز الموضوع ده بيخلي الشاشة مريحة اكتر بكتير لعين خصوصا في الإضاءات الضعيفة بالليل متع السرير مثلا وكده بس حاجة من اقوى الحاجات اللي موجودة في الموبايل ده واكيد انت رحستها هي الفتحة اللي في الشاشة دي طبعا احنا عارفين شكل الفتحة ده جاي منين بس ما علينا عندك في الفتحة دي الكاميرا الامامية بس عندك كمان معاها حساس T.O.F الحساس ده بيستخدم عشان تعرف تفتح الموبايل ببصمة وشك بشكل حقيقي انا عارف ان كل الموبايلات بيكون فيها امكانية ان انت تفتح الموبايل ببصمة الوش ولكن ده بيكون عن فريق الكاميرا اللي في الموبايل الكاميرا الامامية انما انت هنا عندك حساس مخصوص بيتعرف على بصمة وشك وبيفتح الجهاز الموضوع ده فارق جدا انت تقدر تفتح الموبايل دلوقتي من غير ما تلمس الشاشة خالص والموضوع دقيق وسريع جدا ويشتغل في كل ظروف الإضاءة رغم أن عندك هنا بصمة Optical سريعة جدا إلا أني لقيت نفسي ما بستخدمهاش تجربة الشاشة هنا كانت ممتازة سواء في مشاهدة المحتوى أو في الاستخدام تحت الشمس حتى الصوت هنا كويس أو لأن عندك سماعات ستيريو صوتها في بيز واضح وعندك كمان جن بالسماعة لفوق IR سنسور تقدر تستخدم موبايل أكنه رموت لأي جهاز حاجة بقى من الحاجات المميزة في الموبايل ده زي ما قلت لك في الأول هي البطارية البطارية هنا بحجم 5600 ميلي أمبير وده رقم ضخم وكمان بيجي مع الجهاز شاحن في العلبة بقدرة 100 واط وكابل للشحن وجراب وسكرينة حرفان الجهاز بيجي متراوقة عليه من الآخر يعني البطارية اللي هنا بطارية سيلكون كاربون مش زي البطاريات الليسيوم اللي موجودة في أغلب البطاريات بتاعت الموبايلات والتقنية دي بتسمح لونر إن هي تكبر حجم البطارية كده من غير ما الجهاز يكون أسمك أو أتقل الجهاز بيقدر يشحن بسرعة 80 واط ويشحن شحن لسلكي بسرعة 66 واط ويقدر كمان يشحن شحن عكسي بسرعة 5 واط وونر حطة في الجهاز ده شريحة أو تشيب مخصوص علشان تتحكم في الشحن وأداء البطارية الجهاز شحن معي في حوالي ساعة لتلت والبطارية كان بتكمل معي اليوم بممتهز سهولة أنا بستخدم الجهاز استخدامه وكسفه معال الشاشة على الآخر وفاتح طول الوقت الواي فاي والبلوتوس والجهاز كان بيكمل معي أكتر من يوم مرتاح خالص لو وصلت معي لحد هنا يبقى أنت الراجل جدع فعلشان كده عايزك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب علشان عايزين نوصل للمئة ألف سبسكرايبر في أقرب وقت إن شاء الله بص أنا عارف إن إنت لحد دلوقتي شفت حاجات مبهرة زي استوع الشاشة وحجم البطارية ولكن بالنسبة لي أقوى نقطة في الموبايل ده هي الأداة الجهاز هنا بيجي بأعلى معالج موجود من كوالكوم لسناب دراجون اي جين سري مع 12 أو 16 جيجا رام ومساحة بتوصل لحد 1 تيرو يو اف اس 4.0 النسخة اللي معاها دي النسخة الـ 512 جيجا و 12 جيجا رام ومفروض إن في حاجة هنا اسمها اونر رام تيربو بتديك 8 جيجا رام كمان فوق الـ 12 جيجا اللي موجودين على الجهاز المواصفات دي مواصفات الأجهزة الفلاكشيب اللي موجودة دلوقتي في السوق والأداة لا يقل عنهم نهائيا أداة الجهاز معايا كان حاجة فوق الممتاز خصوصا مع وجهة الماجيك او اس 8.0 الجهاز طلقه بالمعنى الحرفي لا بيقطع ولا بيهنج ولا هتحس بأي حاجة أطلاقة كل التطبقات بتفتح بسرعة جدا وكل الألعاب بتشتغل على أعلى الاعدادات المدعومة حتى الجهاز تحت الضغط أحرارته ما كانتش بتاعلى الصوفت وير هنا بيلعب دور كبير قوي في سرعة وسلاسة الجهاز وده لأنه هو صوفت وير خفيف ما فيهوش مميزات كتير بس مستقر وسريع قوي أونر هنا هتمت بالـ AI زي كل الشركات وضفت حبة مميزات حلوة وسهلة كده أنا لقيت نفسي باستخدمها عندك الماجيك بورتل ودي طريقة أونر في التطبيق الـ AI بالشكل الخاص بتاعها في التعامل مع النصوص والصوال على الشاشة اللي قدامك تقدر مثلا تحدد أي نص موجود ومجرد ما تسحبه في أي جنب بيظهر عندك خيارات سريعة كده زي أنك تقدر تنزله في بوست أو تابعته في إيميل أو حتى تسايفه في النوتس عندك خاصية في المكالمات اسمها AI Privacy Cool بتعرف لو أنت بتعمل مكالمة وفي حد جنبك مش عايز يسمع اللي بيكلمك فبتوطي الصوت لوحدها كمان أونر استفادت من النوتش بتاع الكاميرا ده واستخدمته النوعا ما زي ما قبل عملت بيظهر لك فيه شورت كات للحاجات اللي شغالة في الخلفية أو المكالمات وهكذا وتقدر كمان تعمل منه شوية أوامر سريعة عندك ستاند باي في خوضع اللاندسكيب لو أنت ساب الجهاز بيظهر لك ساعة كده أو الحاجة اللي أنت محددها من قبل كده أو تفتح فلوتينج ويندوز زي اللي ما وجودها في سامسونج وتستخدم أكتر من تطبيق في نفس الوقت باختصار السوفت وير لزيز وفيه وشينات كتير تساعدك وانت بستخدمه من غير ما تخليه تقيل وأنا بصراحة ممكن أقول أن ده أسرع جهاز وأسلس تجربة أنا اتعملت معه في حياتي حتى أونر هنا حطى شريحة اسمها C1 Plus علشان لو عندك أجهزة تانية من أونر أو كده يكون فيه كونكشن سهل وسريع بين الموبايلات أو بين الموبايلات تاعك وبين الأجهزة التانية وبصراحة أنا شايف أن هم عاملين شغل عليه قوي في الجهاز ده بس أكتر حاجة أنا متأكد إن هي لفتت انتباهك وعندك فضول أكتر تعرف عنها هي الكاميرات خصوصا إن شكل الموبايل عامل شبه الكاميرا كده شكل العدسات واسعة قوي أنت عندك هنا ثلاث كاميرات كاميرا أساسية بجرزيليشن 50 ميجا بيكسل والكاميرا دي فتحة عدسة متغيرة من F1.4 إلى F2.0 والكاميرا اللي جنبها دي هي الكاميرا الألترا وايد بدقة 50 ميجا بيكسل ببعض حوالي 13 ميلي والكاميرا التالتة وهي الكاميرا الكبيرة اللي فوق دي كاميرا تلي فوتو 2.5x بدقة 180 ميجا بيكسل مواصفات الكاميرات هنا على الورق تعتبر جبارة الكاميرا الأساسية وكاميرا الزوم هنا فيهم تثبيت بصري ولكن أنا حبيت أجرب الكاميرات في الواقع وأوريك النتيجة عاملة إزاي عندك في الكاميرا هنا أربع عوضاع أساسية بتبدل ما بين الثلاث كاميرات الألترا وايد والواحد اكس والاثنين ونص اكس اللي هو الأوبتكال زوم والخامسة اكس برضو بيبقى كرب من الكاميرا الاثنين ونص اكس لو بصيت في الصوار زي ما انت شايفت دلوقتي هتلاقي أن ألوان الصوار قريبة من بعضيها نوعا ما وأحلى حاجة نرحصها في كاميرا الموبايل ده أن هي بتعمل بوب للألوان كده أو بتخلي الألوان زاهية وبينة أكتر في نفس الوقت من غير ما التفاصيل تروح أو من غير ما الديناميك رينجي بوز الكاميرا هنا بتوصل لحد زوم 100 اكس زي الاس 24 ألترا ومبولات سامسونج الألترا لما جربت أعمل بها هنا زوم كان الزوم كويس ولكن أنا متأكد أن هو مش على نفس مستوى كاميرات الألترا حتى الصوار في الإضاءات الضعيفة أو جوا الأماكن المقفولة كانت بتطلع حلوة ملعوب فيها نوعا ما بالذكاء الاصطناعي أو الصورة منورة أكتر شوية زيادة عن الطبيعي ولكن بتطلع كويسة الزوم الخامسة اكس هنا دايما كان بيطلع كويس قوي وده طبعا بسبب أن السنسور اللي بتصور به 180 ميجابيكسل بتعمل منه كروب فالصورة بتطلع بجودة كويسة كل الصوار فيها حدة كده من غير ما تكون حدة مبالغ فيها وفي نفس الوقت الألوان مش طالعة لا هي فاعة أوي ولا هي بهتنى أوي أكتر حاجة غريبة بالنسبالي في الموبايل ده هو تصوير البرتري الصوار مرة تطلع حلوة أوي ومرة تطلع فيها حاجة غريبة بحس أن الموبايل بيرسم صورتي مش بيصورني هو قوي بيدي لك حلو وبيدي شكل شبه الكاميرات شوية في العزل وكده ولكن حتى العزل بتاعه ما بيكونش مصبوط 100% ساعات بيغلط كتير في العزل لو القضاء صعبة شوية بس وزي ما بقولك لو قربت على وشي هتحس أنه هو صورة زيتية كده هتحس أن الصورة الوش نوعا ما مرسوم هو شكله حلو بس مش ديء الصورة الطبيعية الحقيقية في الأربع صور دول بالذات هتلاحظ أن فيه اختلاف كبير ما بين تصوير الكاميرا اللي هي 180 ميجابيكسل اللي هو الصورة الـ 2.5x والـ 5x وما بين الصورة الألترا ويد والصورة الويدة العادية اللي هي 1x هتلاحظ أن فيه فرق كبير في معالجة الألوان في شكل الزرع ولون الورد الأحمر شكله مختلف ما بين الأربع صور في التصوير الليلي الكاميرا الألترا ويد كانت بتعمل نويز ياما في السمب الزات أو في الحادثة الضلمة ولكن الكاميرا العادية الـ 1x كانت بتطلع الصورة حلوة أوي وحاجة مميزة أوي لاحظتها في تصوير الموبايل ده أنه هو مش بيطلع السمب نورة بيطلع السمب لونها الطبيعي اللي هو اللون اللي هو مش منورة اللونها السود أو الزرق الغامق بيطلع فعلا زي ما انت شايفه حتى لما قرأ بتعمل زوم شوية في الليل كانت الصورة بتطلع حلوة طالما في إضاءة زي ما انت شايف تعامل الموبايل مع مصادر الضوء ما بيبقاش فيه فليير جامد على العدسة الصورة بتطلع كويسة تجربة تصوير البرتري في الإضاءة الضعيفة كانت غريبة شوية بالنسبة لي بتطلع السكين تون أو اللون البشرة برتقاني شوية كده أو توني شوية أو أصفر شوية ولكن الصورة عمتا بتطلع حلوة ولكن بتبقى واغدة لك دراما شوية كده بس الملحوظ بالنسبة لي أن أي حاجة بصورة بالموبايل بيدلها جو كده بيدلها يعني بيدل الصورة انتعاش وبيخلي الألوان فيها واضحة أكتر الكاميرا السيلفي بتطلع صورة كويسة حسيت الألوان فيها بهتنى شوية عكس الكاميرا الخلفية تماما ولكن الصورة كويسة عمتا دلوقتي ده تسجيل الفيديو بالونر ماجيك سيكس برو على فور كي تلاتين فريم آآ مش عامل أي حاجة غريبة في الاعدادات ولا حطت لط ولا أي حاجة ده التصوير النيتف بتاع الموبايل وفي عندي هنا وضع أن أنا ممكن آآ أخلي يعمل لي نويس كنسليشن على الصوت بتاعي لو شغلته دلوقتي أنا كده مشغله مش عارف الصوت اختلف ولا لا أقدر برضو أبدل ما بين الكاميرات كاميرا الوسعة الكاميرا الأساسية إن ده بيكون من الكاميرا الأساسية والاتنين وستة ده المفروض إن هو الكاميرا نزوم مش عارف بقى الصوت الصوت بتاعي عامل ازاي ومش عارف جودة الفيديو عاملة ازاي لازم اشوفها على الشهة كبيرة عشان قدر أقرر ده المودي مود في الفيديو بتاع وده المود اللي هو بيكون في البوتريت على التصوير وده وقت انا مش عغل بطنين تركن سمع صوت الاماتين مايب ده ده البوتريت على واحد اكس هنصور ده وقت على اتنين اكس ده كده على اتنين اكس تقريبا ما تقدرش تعمل زوم تاني اخطر من كده وموجود عندك كزا لط تقدر تصور عليه بيه ملحوظة بس ان انت تظلم انت مش عغل بطريه ما تقدرش تصور غير على الف تمانين عشان تصور على فور كيه لازم تكون قابل بطريه موجود كمان عندك في المودي مود ده حاجة اسمها اللوج ده بيصور صورة الفلات بيصور الالوان فلات علشان تقدر تحط عليها لطس زي ما انت عايز بعد كده او تقدر تغير او تعدل في الالوان زي ما انت عايز بعد كده ده حاجة زي زي الموجودة في الابل ابل لوج ميزة جامدة اوه بصراحة بتساعدك لو انت بتصور فيديوهات احترافية او كده تقدر تزبط الالوان براحتك بعد ما تخلص تصوير مش لازم تكون الالوان او طريقة المعالجة بتاعت الموبايل وده دلوقت التصوير بالكاميرا الامامية على فور كي ستين فريم زي ما انت واضح في يعني زاوة الكاميرا واسعة خالص يعني واسعة على الطبيعي انا شايف بصراحة الاروان على الموبايل شايفها طلع حلوة مش عارف بقى في الحقيقة عاملة ازاي برضو رو شغلت هنا بيبوز الصوت اما دي دلوقتي فهي تجربة تصوير الفيديو بالكاميرا الامامية للماجيك سيكس برو دلوقتي رميصور على فور كي تلاتين فريم في الثانية وانت دلوقتي سامع الصوت من الموبايل دي طبعا اضاءات الستوديو يعني اضاءات اعتبر قوي شوية ولكن مش اقوى حاجة فبردو توريلك شكل الكاميرات هيكون عاملة ازاي اكتر حاجة ملحوظة بالنسبالي ان الزاوية بتاعت الكاميرا واسعة قوي يعني شايف انا فرد دراع عادي الزاوية بتاعت الكاميرا كبيرة وجايبها دراعي كله وهو طالع في الكاميرا الجهاز ده واحد من اقوى الاجهزة اللي نزلت السنة دي وانا بجد مش لاقي عيب فيه استهل يتقال يمكن اضعف نقطة فيه تعتبر هاي الكاميرات اللي بالمناسبة ادائها مكان شوحش خالص ولكن هي كانت اقل من اللي انا متوقعه شوية ولكن انا شايفه جهاز متكام بيقدم لك كل حاجة ممكن تكون محتاجها زي السطوع الشاشة العالي والبطرية الكبيرة وبصمة الوش اللي مش موجودة في امباليات التانية والحاجة اللي ممكن تخلي الجهاز ده ياخد مكان كويس اوي في السوق هي سعره الاقل بفرن ملحوظ مقارنة باجهزة الفلاكشيب التانية من الشركات التانية الجهاز سعره حوالي 900 دولار عالميا وفي مصر هنا سعره حوالي للـ 40 ألف جنيه وده بيخليه ارخص من اجهزة سامسونج وشاومي وقابل الاجهزة الفلاكشيب وبالمناسبة هيكون في فيديو مقارنة كاملة قريب بينه وبين الـ 24 ألترا وممكن نبقى نعمل فيديو تاني مقارنة كاميرات ما بينهم ونشوف انهي اللي كاميرته احسن سواء في تصوير الصور او الفيديو فلو مهتم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب حابة فكرك تاني ان الجهاز ده ممكن تشتريب ارخص سعر من عند ستور مالك فون هسيب لك اللينك بتاعهم موجود تحت في الكومنتات وفي الدسكريبشن عايزك بقى تقول لي رأيك في الموبايل ده وهل انت شايفه فعلا صفقة وقيمة مقابل سعر ولا فيه فوية نظرك موبايل تاني احسن منه لو عجبك الفيديو او استفدت منساش لايك وسبسكرايب ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبهولي في كومنت وانا هرد عليه كان معكم يوسف نشوف الشكاء عليكم مع السلام اشتركوا في القناة